بنعرض مع بعض في الفيديو ده من افضل الموبايلات لشركة سامسونج انا الصراحة مش متخصص في عمل مراجعات للموبايلات ولكن الموبايل ده عجبني جدا فحبيت ان انا اعرضه لكم وعلى فكرة الموبايل ده يعتبر من الفئات العالية في السامسونج الموبايل ده يعتبر من افضل الموبايلات اللي عملتها سامسونج مؤخرا كشك وكجودة وكتصوير وكسرعة هيعجبك جدا جدا ركز معايا لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا خير وسعادة دايما اهلا بكل ممتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب سواء انت بقى بتصنع محتوى عندك قناة على اليوتيوب عندك صفحة فيسبوك بتعمل فيديوهات بتحب تعمل تصوير الموبايل ده هو بمثابة كاميرا احترافية تصور بيها وكمان الناس اللي هم بيلعبوا جيمينج يقدر يلعب عليه بسرعة عالية جدا جدا وكمان انت بتحب تعمل منتج بالموبايل فده هيغنيك عن اللابتوبة او الكمبيوتر ولكن ما تتفاجأش من سعره انا زي زيك على فكرة مش بتاع ريفيوهات او عمل مراجعات للموبايلات ولكن انا الموبايل ده عجبني تمام فحبيت ان انا اعمل عنه ريفيوه في الفيديو ده وبعرفك مواصفاته ومميزاته وعيوبه وكمان سعره سواء كان السعر العالمي او سعره مثلا في مصر والسعودية بداية كده الموبايل ده اسمه جالاكسي اس توينتي فري بلس بتاع البيتو بالشكل ده كده اللي هو جالاكسي اس تلاتة وعشرين بلس خليها نفتح الموبايل ونشوف ايه اللي موجود جواه الاول دي العلبة بتاعته لما احنا نفتحه بالشكل ده كده لقيت بتيجي كده على الشاشة من فوق شايزينها ده الموبايل ده الموبايل اللون الاسود في منه الوان تاني متاح هنعرضها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده حاجة كده بصراحة انيقة جدا جدا شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي ما ازاي الموبايلات السامسونج التاني اللي احنا بنستخدمها يعني دي حاجة محترمة قوي يعني تمام طيب وبيجي معها كمان معرفش ده ايه خلي نفتح كمان هنا بيجي معها ده كمان في ايه هنا بيجي معها طبعا ده الدبوس اللي هو ايه اللي انت بتركب به الشريحة وبيجي معها هنا وصلة سلك اللي هي طيب سي بالشكل ده كده ده دية الحاجات اللي جاية معها بس فقط ولا معها سماعة ولا معها حاجة تانية طيب الموبايل ده اسمه سامسونج 23 بلس ده 256 جيجا الذاكرة الداخلية ليه خلينا نفتح الاول الموبايل مع بعض على فكرة ده اول فتحة ليه معكم هنا انا دلوقتي ده الموبايل هبدأ ان انا نفتحه ده الموبايل اللي هو هنبدأ ان انا هنفتحه نقول له ستارت نبدأ ان احنا نوافق كده ونفتح نعمل تخطي 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 انا بس عايزين نفتحه وخلاص نرجح هنا مش عايزين نعمل اي حاجة تمام 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 ولا عايزين ندخل اي بصمة ولا اي حاجة دلوقتي نبدأ ان احنا نفتح المفترض الموبايل حاليا جاهز بالشكل ده كده تمام طبعا الموبايل يا جماعة زي ما انتم شايفين كده حاجة صراحة انيقة جدا جدا حتى الموبايل يعني سرعته حاجة صراحة مختلف اتراما على الجلاكس ده لا استخدمته الموبايل ده يا جماعة حاجة محترمة جدا الصراحة كتصوير وكاستخدام كسرعة للالعاب للمونتاج خلينا نبدأ ان احنا نشوف موصفاته طبعا اول حاجة ان هو شريحتين والشريحة بتاعته على فكرة بتتركب هنا تحت شايفين تحت مش في الجنب زي الوبولات التانية لو احنا جينا فتحنا ده كده بتلاقي الشريحتين بتركبه فوق بعض شايفين يا جماعة يعني واحدة فوق التانية واحدة في الامام واحدة في الخلف فهو شريحتين بهذا الشكل طبعا طيب سي طبعا بيدعم اللي هو خاصية اللي هو الان اف سي طبعا بيدعم شبكات الاتصال اللي هو الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس تبقى لمواصفات الموبايل انه هو مقاوم للماء والغبار لعمق متر ونص في المية لمدة 30 دقيقة طبعا دقة الشاشة فول اتش دي طبعا فيه منه اكثر من اصدار فيه اصدار اللي هو 256 فيه اصدار اللي هو ال 512 جيجا اللي هو ساعة التخزين الداخلية بتاعته طبعا ده نازل برام 8 جيجا بايت يعني سرعة عالية جدا له كاميرا امامية و 3 كاميرات خلفية الكاميرا الامامية بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 بالنسبة للكاميرا الخلفية الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية اللي هي الكاميرا الخاصة بالزوم بتصل دقاتها ليه 10 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة اللي هي تصل دقاتها ل12 ميجا بيكسل طبعا بقا مش هقول لك بيدعم التصوير بدقة 8K وطبعا كبان بيدعم اللي هو 4K والFUL HD والHD طبعا موضوع التصوير بجاوضة 8K ده حاجة جبارة يعني طبعا للالوان المتاحة منه على حسب البحث اللي انا عملته بيجي منه اللون اللي هو الإسويت زي اللي معايا ده كده وفيه منه اللون الأخضر واللون البنفسيجي وكمان فيه منه اللي هو اللون الذهبي من العيوب اللي في الموبايل ده اللي انا شوفها وأكيد الناس كلها عاملة ريفيو واتكلموا عنها طبعا الموبايل ده نازل بقاله فترة مش لسه جديد اللي هو ما تقدرش ان انت تركب له موموري مبيش مكان تركب فيه موموري وكمان الفتحة اللي هي بتكون موجودة اللي هي بتاعة المايك زي المايك اللي انا بركبه ده مش موجودة فيه فهتضطر ان انت بقى تركب مايك اللي هو لازم يكون مايك طيب سي طبعا من المميزات القوية جدا فيه انه طبعا بيصور بجودة ايت كي طبعا الشاشة بتاعته من شاء الله كبيرة وانسابية وصراحة حاجة محترمة جدا 6.8 تقريبا انش اللي هي 6.8 بوصة اللي هو الشاشة بتاعته يعني الموبايل الصراحة موبايل كشكل وكاستخدام حاجة فوق الخيال طبعا البطارية بتاعته بساعة 1700 ميلي امبير وطبعا بيدعو بالشاحن اللي هو الشاحن السريع طبعا هو ما بيجيش معاه ولا سماعة ولا شاحن جاي معاه واصلة فقط احنا كده خلصنا تقريبا ريفيو للموبايل بالشكل ده كده من هنا لو انت عايزين تشوفوه ومن هنا كده اهوت ومن ناحية التانية ومن هنا ويه اللي هو الخلف اهوت تمام ده بالخلف وده من ناحية اللي هو الامامية بالشكل ده كده فهو حاجة محترمة جدا جدا خلينا نشوف سعره كام الموبايل السامسونج الاس 23 بلص على امازل السعودية عامل 3169 ريال سعودي وطبعا فيه الوان مختلفة يعني بيزيد شوية يعني انت معاك من 3169 لغاية 3200 ريال سعودي اللي هو 256 الذاكرة نفس المواصفات اللي قلنا عليها اللي هو ال 256 اللون الاسود حامل كم بقى على امازل مصر على امازل مصر عامل 43 550 جنيه يعني ده تمنه في مصر على امازل مصر 43 550 جنيه ممكن انت تبحث في اماكن تانية اكيد هتلاقي سعار مختلفة ولكن ده اللي موجود امامي هو سعره طبعا مش قليل لكن هو من الفئة العالية يعني مش موبايل عادي كده من الفئة العادية انا الصراحة احب استخدام السامسونج في ناس يعني بتعشق شوية اللي هو الايفون يقولك ايفون بقى عشان التفاحة وكده ولكن ده الصراحة انا اشوفه ان هو كويس جدا لو انت صنع محتوى لو انت عايز تمسك موبايل انيق فهو حاجة كويسة جدا جدا واللي رأيكم في التعليقات لو انت قدامك الموبايل ده اللي هو الاس 23 بلس او مثلا الاس اللي هو ال 23 الالترا تشتريه لو انت معاك المبلغ ده تشتريه ولا تشتري مثلا الايفون 14 او 15 برو ماكس انا برتاح في السامسونج انت بتحب ايه تحياتي لكم يا رب يكون الريفيو كان مريح على قلبكم يا رب انتوا تكونوا طلحتوا بمعلومة قلو لي رأيكم في تعليقات هذا الفيديو تحياتي لكم فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشئ محتوى على اليوتيوب للناس اللي بتتبعنا بقى من كل الدول ايا كان انت مثلا من مصر من المغرب من الجزائر من العراق من السعودية من اليمن من تونس من لبنان من ليبيا من اي دولة عشان منساش دول فاكتب لي في تعليقات هذا الفيديو الموبايل ده اللي هو الاس 23 بلس سعره كان في الدولة اللي انت موجود فيها تحياتي لكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله مع السلام